على الحدود الجزائرية التونسية وبالعقلة جديدة التي كستها بساتين أشجار الزيتون وزادتها خضرارا والتي كانت سابقا أرضا جردا تعيش اليوم في عزلة تم أثرت سلبا على الفلاحين من بينهم مجيد منطقة هذه رهي منطقة الشبه معزولة من ناحية الطرقات من ناحية الدولة من ناحية مديرية الفلاحة ما هيش الفلاحة ما جيناش خلاص محسوب من سيين كد وجد وبعد سنوات من التعب يجد هؤلاء أنفسهم أمام مشكل تسويق منتوجهم وغياب المرافقة من طرف المصالح الفلاحية والتسويق بتها الزيتون الناس راهي عندها الزيتون كدديس عارين راهي من ناحياته ومخلياته ما لقيتش وين تسوقوا لا تبيعوا لا الدولة تقبل عليها لا لقوا باش حتى يدوه المعصر يعصروه باش يهزوه زيت يحطوه يسلقوا جيتهم مبالغ باهظة أشوع الجمرك أيضا كان سببا في خنقهم وعزوا في تجار الولايات الأخرى للقدوم إليهم لاقتناء الزيتون ما عندنا شوين نسوقوه لأنه نحن منطقة محيوزة شغل منطقة حدودية حتى الناس باش يجي هنا باش يجي واحد يهز مثلا منتوج تاعنا ويضيه تقع له مشاكل في الطريق قع له يقول له هذا من يجبتيه هذا تجيبه منتوس الحكومة الجزائرية في كثير من المناسبات نادت بتنويع اقتصادها والتوجه نحو الفلاح لكن دون جدوى أو أثر فعلي على الميدان اشتركوا في القناة